السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أبنائي وأبناتي مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثالث افتدائي نبدأ بإذن الله هذا الفصل بداية بما المادة ما هي المادة يا ترى أبنائي وأبناتي هل أنتم مستعدون لننطلق في رحلة التعلم لدروس العلوم هذا الفصل أحسنتم هيا لننطلق سويا ما هي الدروس التي سوف نتطرق لها في هذا الفصل بإذن الله لدينا الوحدة الخامسة المادة وهناك فصلان الفصل التاسع ملاحظة المواد هناك درسان الدرس الأول المادة وقياسها الدرس الثاني حالات المادة أما الفصل العاشر فهو تغيرات المادة الدرس الأول التغيرات الفيزيائية مرة أخرى التغيرات الفيزيائية أما الدرس الثاني التغيرات الكيميائية مرة أخرى التغيرات الكيميائية أبنائي وبناتي نشاهد سويا هذه الصورة ماذا تشاهدون؟ رائع أحسنتم ماء أيضا هواء أحسنتم الماء هناك صورتان واضحة لنا هي السائل والصلب هل يمكن أن نرى الماء في الحالة الغازية يا ترى؟ نعم حينما يتبخر في الهواء رائعون إذن الماء يوجد على الأرض بثلاثة صورة الصلبة السائلة والغازية كذلك ما نراه طافيا من جبل الجليد هنا لا يزيد على عشرة على عشره الموجود في قاع البحر أيضا هذه الصورة شاطئ رائعون أيضا ماذا تشاهدون؟ نلنسترجع سويا ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ هناك أشياء كثيرة في هذه الصورة نعم ماء أحسنتم إذن أشياء غير حية البحر كذلك هواء رائعون أشياء غير حية كذلك الأرض أو التراب أو الشاطئ رائعون أشياء غير حية يوجد أيضا مخلوقات حية نباتات وعشب وأيضا مباني شوارع أشياء غير حية إذن هذه الصورة تمثل ماذا تعني مواد حولنا رائعون كل ما يوجد حولنا هو مادة تعرفنا في المراحل السابقة أن المادة هي تشغل مكان أو حيز أي شيء يشغل مكان أو حيز يسمى مادة وجميع الأشياء تتكون من مادة لاحظنا جميع ما حولنا يتكون من مادة والمادة تكون بثلاثة حالات كما شاهدناها في الصورة الأولى للماء أن الماء على سطح الأرض بحالاته الثلاثة الصلبة وقد تكون بالحالة السائلة أو قد يكون في الحالة الغازية كهذه الصورة في الصلبة لدينا السكر في الشاي وأيضا في الشاي الماء هو الحالة السائلة كذلك في الشاي أو القهوة هناك الغاز إذن هناك الحالة الغازية إذن كل ما يوجد حولنا هو مادة وذكرنا أن الكرة الأرضية تتكون من يابسة وماء والماء هو الأكثر 71% أما اليابسة فهي 29% لأن الماء سر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي لذلك جعل الله المسطحات المائية على الأرض هي الأكثر في هذا الفصل ما هي الفكرة الرئيسية كيف أصف المادة رائعون ممكن بحالاته الحالات الثلاث هل هناك طرق لوصف المادة نعم نحن تعلمنا مهارات الوصف والتصنيف لذلك سوف نطبقها في هذا الدرس الدرس الأول كيف أقارن بين الأنواع المختلفة من المادة أما الدرس الثاني ما هي يا ترى محالات المادة ذكرنا في بداية كل فصل نبدأ بالمفردات الفكرة العامة ما هي هذه المفردات لدينا المادة وكذلك الخاصية الخاصية والعنصر العنصر والمادة الصلبة والسائل والغاز لنقرأ سويا ونتعرف على كل مفردة ماذا تعني المادة أي شيء له حجم أو كتلة الخاصية ما يميز المادة عن غيرها من المواد الأخرى ك أو مثل اللون الشكل الحجم أما العنصر وحدة بناء المادة رائعون أما المادة الصلبة مادة لها شكل ثابت وحجم ثابت أما السائل فهو مادة لها حجم ثابت وشكل غير ثابت تأخذ شكل رائعون شكل الإناء الذي توضع فيه أما الغاز مادة لا شكل له ولا حجم له ثابت الدرس الأول ما هي المادة وقياسها جميع ما حولنا حتى الأدوات المدرسية التي معكم الآن هي مادة كما نشاهد في هذه الصورة الكتب تعتبر مادة الأقلام المصطرة الآلة الحاسبة المقص وعلينا الحذر عند استخدام الأدوات الحادة والألوان والمصطرة جميعها تسمى مادة رائعون مادة فيما تختلف الأشياء الأجسام بعضها عن بعض وكيف أصف الأجسام الموجودة في الصورة قبل قليل الأدوات المدرسية فيما تختلف وكيف أستطيع وصفها يا ترى نعود للصورة شاهدوا هذه الصورة ذكرنا أنها جميعها مادة كل ما هو حولنا من الأدوات المدرسية يعتبر مادة كيف تستطيعون التفريق بينها ممتاز اللون أحسنتم باللون استطيع تصنيف هذه الأشياء باللون كالأحمر سويا أو الوردي الأخضر الأصفر استطيع تصنيفها حسب اللون وكذلك رائعون الطول حسب طولها وأيضا الحجم الحجم الحيز الذي تحتويه كذلك ثقيل أم خفيف ثقيل أم خفيف حسب الكتلة رائعون إذن نستطيع وصفها من خلال ألوانها أشكالها حتى الملمس وأيضا الطول أو الحجم أو حتى الكتلة هنا في هذه الصورة أصنفها حسب ألوان ممتاز ألوان عديدة هناك الأخضر والأصفر والوردي والأحمر والأزرق والبنفسجي إذن حسب اللون هذه الصورة كبير صغير حسب الحجم ممتاز هنا أحسنتم ملمس خشن أم ناعم هنا أشكال هناك المثلث المربع الدائري المستطيل البيضاوي الرائحة الرائحة ممتاز التمر الأكل المذاق رائعون المذاق هناك الحلو وهناك المالح وأيضاً الصوت من خلال الصوت جميعها استخدمنا حاسة البصر أو السم أو المذاق إذن جميع الحواس تساعدنا على معرفة أو التعرف على المواد من حولنا لدينا نشاط استقصائي كيف أصف الأجسام من حولي الهدف من هذا النشاط ألاحظ خصائص بعض الأجسام المألوفة وأصفها خاصة الأجسام الموجودة لدينا الآن في المدرسة فماذا سأحتاج مصطرة وقلام أيضاً أقلام دفتر أو كتب مكعب حبل وأيضاً عدسة العدسة لكي نتفحصها جيداً إن لم تكن متوفرة فليست بالضرورة لنبدأ هذا النشاط الهدف من هذا النشاط استكشف طرق وصف الأجسام سوف نتعرف من خلال هذا النشاط على بعض الطرق التي تساعدنا على وصف الأشياء أولاً ألاحظ أختار أحد الأجسام الموجودة في غرفة الصف دون أن أخبر عنه أحد من زملائي ألاحظ الجسم الذي اخترته جيداً باستعمال العدسة إذا نزم الأمر وأحدد ما هو اللون وما هو الملمسه وكيف حجمه وما شكله ثم أسجل ملاحظاتي عن هذا الجسم وبعد ذلك أتواصل مع زملائي أو زميلاتي في الصف وأشرح لهم أو أصف لهم كيف تعرفت على هذا الشيء لنبدأ سوياً في هذا النشاط لاحظوا أبنائي وبناتي أتيت لكم ببعض الأدوات الموجودة لدينا في غرفة الصف لدينا الدفتر أو الكتاب مكعب المسطرة أتيت بي نوعين من المسطرة بالمقاسات لكي نقيس الأطوال الأجسام الموجودة لدينا قلم وحدسة إذا لزم الأمر لنبدأ الآن ونصف كل جزء أو كل جسم من هذه الأجسام سنستعين بهذا الجدول ونكتب اسم كل مادة وما هي طرق الوصف لهذه المادة لنبدأ أولاً بالدفتر سوف نحتاج إلى قياسه نستخدم المسطرة نبدأ من الصفر ونصل إلى نهايته نقرأ القياسات لأننا علماء ونستخدم القياسات بدقة هنا طول هذا الدفتر خمسة عشر أيضاً ممكن أن أتعرف على ملمسة ناعم لونه أبيض رائعون لنكتب الدفتر اللون أبيض الشكل كيف تشاهدون شكله كيف تشاهدون شكله مربع أحسنتم أما القياس خمسة عشر كان القياس خمسة عشر انتهينا الآن من الدفتر نضعه جانباً ونبدأ بالمكعب نبدأ بداية القياس قياسه ستة ستة سنتيمتر ما لونه ألوان عديدة إذن متعدد الألوان كيف شكله مربع الطول ذكرنا ستة لنكتب المكعب اللون متعدد متعدد الألوان الشكل مربع ممتاز الطول ستة سنتيمتر وهنا أيضاً سنتيمتر انتهينا الآن من المكعب نضعه أيضاً جانباً أيضاً لدينا القلم طول ستة عشر أيضاً سنتيمتر ملمسه نعم لونه يا ترى ماذا تشاهدون بلونه ماذا تشاهدون بلونه أزرق أحسنتم الشكل طويل طويل لنكتب القلم اللون أزرق 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 الشكل طويل الطول ستة عشر أيضاً سنتيمتر تبقى لنا تبقى لنا انتهينا من القلم وأيضاً نضعه جانباً ونزيل المصدرة لأنها قصيرة ونستخدم الآن المصدرة الطويلة لأن لدينا سلك بديلاً عن الحبل هذا السلك طول خمسون سنتيمتر لونه أسود بشكله رفيع وطوله خمسون سنتيمتر لنكتب السلك اللون أسود الشكل رفيع الطول خمسين سنتيمتر بهذه الطريقة انتهينا من وصف جميع الأشياء المتوفرة حولنا إذن جميعها مادة واستخدمنا طريقة اللون والشكل والقياس لقياس الطول وأيضاً كما هو موجود لدينا في الكتاب قد نستعين بالخرائط فمثلاً فمثلاً القلم قد يكون أصفه صلب أو جاف وكذلك قابل للكسر وأيضاً وأيضاً لونه أزرق وكذلك طرفه حاد وأخيراً طويل وكان طوله 6 سنتيمتر وكذلك الشكل جميع هذه هذه الصفات تساعدني للمعرفة ولكن قد تتشابه بعضها مثلاً في اللون وقد تتشابه في الشكل كما شاهدنا في الدفتر والمكعب ولكن أكثر دقة القياس رائعون بالقياس باستخدام المصطرة كانت هي الأدق إذن ممكن تساعدنا حالة المادة وأيضاً اللون والشكل وأيضاً الطول وهي أكثر دقة لأنها تحدد لنا القيمة بالدقة أستكشف أكثر أجرب ما فعلنا في عن المواد الأخرى ولكن لا أستخدم حاسة البصر ما الذي سيساعدني لمعرفة الأشياء لو أغمطت عيني وهذا القلم بيدي يا ترى ما الذي سيساعدني من معرفته أحسنتم الملمس الملمس هو الذي سيساعدني لمعرفة الشيء فقط لأنني لن أستطيع وصف لونه أو قياسه إذن قد يحدد مادته لأنه كان صلب وأيضاً الملمس كذلك يستطيع أن أحدد الشكل الدرس الأول السؤال الأساسي كيف أقارن بين أنواع المختلفة من المادة المفردات المادة العنصر الخاصية الحجم الكتلة العناصر الفلزية العناصر الفلزية الميزان ذو الكفتين أما مهارة القراءة لهذا الدرس الفكرة الرئيسية والتفاصيل كما فعلنا في النشاط نستطيع أن نستخدم الخرائط أو هذا المنظم ماذا تشاهدون أبنائي وأبناتي في هذه الصورة نعم طبيعة أيضاً هناك أشياء حية وأشياء غير حية كالهواء الشمس أيضاً الجبال التربة الصخور أشياء غير حية الماء وهناك أشياء حية كالأشجار العشب الحيوانات وحتى الإنسان جميع ما نشاهده هناك أحسنتم حالات للمادة إذن الأشياء من حولنا تتشابه في شيء واحد فهي جميعها تتكون من مادة ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ المادة تشغل مكان أو حيز جميع الأشياء تتكون من مادة من خصائص المادة اللون والشكل والحجم والملمس والرائحة والطعم والصوت أبنائي وبناتي لنجيب عن هذه الأسئلة أصنف الأشياء التالية حسب حالتها لدينا زجاجة بها ماء طاولة وكرسي حقيبة مدرسية دفتر وأقلام ومبرأة وكذلك مكيف حسب حالات المادة الصلبة أحسنتم الطاولة والكرسي أيضا الحقيبة كذلك رائعون الدفتر والأدوات المدرسية السائلة ممتاز السائل الموجود في الزجاجة ولكن الزجاجة تعتبر صلبة ولكن ما يوجد في داخلها سائل رائعون أما الغاز أحسنتم هو المكيف أو مكيف الهواء أما نشاطنا المنزلي أحوط بالقلم حول الإجابة المناسبة لملء الفراغ في كل فقرة ملمس الشيء ومظهره ورائحته ومذاقه هي كتلة خصائص أم حجم جميع الأشياء تتكون من غاز أم سائل أم مادة أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا أبنائي وبناتي جميعنا نحتاج للطاقة الشمسية والغذاء الصحي وشرب الماء ودمتم سالمين فمع لله ترجمة نانسي قنقر